المرأة أجمل شيء في الكوم فهي بتواسي وهي مهمومة وبتداوي وهي مجروحة وبتصهر وهي تعبانة وبتحزن مع الناس ما تعرفهمش وبتتحمل أحكام وقراء علشان خاطر شكلها ولبسها أجمل حاجة في المرأة إنها أم وأخت وزوجة وابنة وحبيبة هي فعلا رائعة لأنها بكل بساطة ممكن إنها تكون لك وطن تروح مهما تروح في الآخر هتلف الدنيا دي كلها وترجع عليها المرأة من أعظم مخلوقات الله وعشان كده ربنا دايما سمى كل حاجة مهمة باسم الإناس فالشمس أنسى والماء أنسى والسماء أنسى والأرض أنسى لأن المرأة هي رمز العطاء ولقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهن قال فاستوسوا بالنساء خيرا فإنهن أسيرات عندكم والأسير وجب أن يكرم كما قال الله تعالى ويتعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرة فما بالك بامرأة حبيبة قلبك ونبض فؤادك ما رفعت سيف عليك قط ولكن ضعفت لتقوى ونقصت لتكتمل وانقصرت لتنتصب وترتفع فاحتملها فكم من مرة تحملتك وكم من مرة بكت لتفرح وجاعت لتطعم وسهرت من أجل أولادك كن لها عونا ولا تكن عليها عبئا كن لها سندا وزهرا وهاديا ونصيرا ولا تسعى يوما في قسرها يا صباح الورد صباح الفل صباح اليسمين صباح التفائل والأمل صباحك ده كل حاجة حلوة في الدنيا أو مساء الخير بقى ده لو أنت بتشوف الفيديو بالليل عايز أقول لكم بقى زيكم كده عاملين ايه يا رب كده دايما تكونوا بخيروا في أحسن حال حشتوني بقى كده من الفيديو اللي فات لو لسه كده أول مرة بتشوف كونيتي الأول مرة اشتركي فيها كده وفعل الزرور الأحمر فعل اللي جارز اللي جابه على طول عشان كل ما نزل فيديو يوصل هنعمل النهاردة بقى مع بعض رويتين حلوة جدا وهنحمس بعد كده ونشجع بعض يلا أمي كده بقى لو لسه مجاهزتش حاجة لأولادك ومزبطت دنيتك لو لسه مانتخى كده وقاعدة في السرير أمي يا حبيبة قلبي كده كده هتعمل الشغل اللي وراك وما فيش حد هيجي يعمل مكانك حاجة يلا أمي بقى للدعاء الحلو بتاعنا ده اللهم إني أتبرق من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يازل قوة المتينة وصلي وسلمك كده على رسول الله الكريم عليها أفضل الصلاة وأتم السلام اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي ويا حبيبي ويا شفيعي يا رسول الله النهاردة بقى نعمل مع بعض كده روتين وهنحضر أكل ويعتبر اليوم ده كان يوم جمعة يعني فبحب أعمل فيه أكل يعني يكون مختلف شوية أو حاجة ما عملتهاش من زمان فالنهاردة بقى نعمل مع بعض كده شربة لحمة وهنعمل اللحم دي كمان بتشوية حلوة جدا وغير كده وكده بقى هنعمل لها خلطة بحيس ان احنا نحمرها فيها وما طبعا هي مسلوقة وما ندخلهاش الفرن أو نحمرها في زيت أو أي حاجة كان عندي بقى كده ايه فاكرين بقى فيديو اللي انا كنت عامل فيه معاكم روتين وعملنا محش مع بعض كان فاضل عندي بقى كده في التلاجة شوية رز وكنت برضو الورق اللي كان فاضل معايا يعني باقي معايا فعينته كده في التلاجة في الفريزر فأنا كنت مرتبة ان شاء الله من يوم الخامس بالليل يعني انا هعمل كزا كزا ليوم الجمعة فاهميني ازاي طبعا بقى بيبقى ولادك قاعدين جوزك قاعد ما في الشغل كده فلازم تبقى الدنيا تمام وتعمل اكل حلوة كده عشان ترمي يعني ايه ترمي بدنهم يعني وعضمهم بقى ويبقى فرحانين بقى بوجودهم وعادتهم في البيت عملت ايه بقى خرجت الورق والرز بدر شوية وعملت حلة المحش الحلوة دي من بدر يعني ما ما استنيتش الغايد لما بقى ملبوخة وملاقيش وقت ان انا اعمل حاجة كان عندي لحمة بقى كده شوحتها زي ما انتو شفتوا معي حطيت ايه الاول حطيت اللحمة لو عندي كفاية دهنة او اللي هو بنسميه سمين بتحطيه الاول ينزل السمين اللي فيه ده اللي هو بيبقى زي السمينة ده وبعد كده تنزل عليها اللحمة بتاعك بس الاسف اللحمة اللي كانت عندي دي ما كانش فاية يعني نسبة سمين قوي فاهمة ازاي المهم نزلت اللحمة اخذت تشويحة ونزلت عليها بقى قطاية وآآ بصلايا وجزرايا وشوية بهرات صغنة نين جدا حاجة كده في طرف المعلقة لا تذكر علشان ما تباوز ليش الشربة وتخلت لونها مش حلو وغامق فاهميني ازاي وخلاص كده سبتها تتشوح براحتها وعقدت للمحش بتاعي غلت له كده شوية آآ مية بس صغيرين وفيهم حوالي آآ مرقة مكعب مرقة من الدجاج وشوية زيت كده لان انا طبعا في الوقت ده ما كانتش الشربة لسه زبطت معي عقدت المحش بقى ما شاء الله وهنا بقى كان بدأ يغلي فايه بتلف الحلة بقى لو لقيت جنب او جنب كده عالي او جنب لقى وبعدين بتوطع عليه بقى وتسيبيه براحته خالص يعني انا بدأ بدر عشان ايه سيبه يتردد براحته زي ما انتو شايفين ما شاء الله الله مبارك المحش معاها وتردد فانا مطيه عليه بقى وسيبه براحته وكمان زودت اللحمة كده مية من الكتل وستها تغلي في الوقت ده بقى ايه ما تنسيش نفسك طبعا ولادي مسلا وراهم واجب وراكي مذاكرة لابنك مسلا وراك ان انت تفاهمي حاجة فانا ايه دايما وانا بشتغل اقول ده اكتب وجبك وده اعمل وجبك وده اذاكر وده احفظ الانجليزي وده اعمل كذا هم مش عارفين مصلحتهم طبعا ومش عارفين يعملوا ايه فلازم ان انت دايما تنبيه اولادك وتوريهم وتعرفيهم الصح من الغلط لان مهما كان هم مسئولين منك تمام حطيت كل حاجة على النار بتستوي وعملت ايه وخرجت بقى الابن كده علشان طبعا هو يوم الجمعة يوم الخامس بيكون وياخد واجب كتير جدا يعني ممكن يكون واخد اربع خمس صفح ليه بقى المس بتاحته بتخليه ان هو ايه يعني ما يقعدش فاضي طول الوقت مش عشان يوم جمعة واجازة ما فيش بقى حضانة او درس يعني فما ما يكتبش حاجة او يذاكر فبتكون مدياله مسلا واجب بتير يعني بصوا مرة بيقول لي انا ستضعت فبقول له لو انت بتكتب بدماغك ولا بتكتب بايدك قال لي لأ انا صدعت ومش هكتب دلوقتي المهم فهمي ازاي المهم بقى عملت معي الواجب بتاعها كده وقعدت فهمته وضبطت له دونيوتو كده بعد بقى فطرتهم طبعا اليوم ده بقى بيصحوا متأخر وغيرت لهم كده ولبستهم ودخلت حطت اكل على النار وطلعت بقى اشوف اللي وراها مسلا لو هنضف الشقة هعمل حاجة بلم القوض مثلا لو عندي غسيل عندي حاجة مثلا عايزة تتنظف الشوزات بتاعتهم طبعا احنا عارفين ان احنا في شيته اصلا حاجة مش نضيفة بخدها على الحدوة خسلها اشوفوه اصلا بيقول لكم حطوله لايك بقى علشان هو كده ايه عمل الواجب لهم وركب بتاعه وخلص تمام هنا طبعا زي ما قلت لكم كنت دخلت على قطة الاطفال بتاعي طبعا احنا ضمينا السرير نسيت اقول لكم في الفيديو اللي قابلي ده وحطتنهم بالشكل ده انا بموت ان انا االم البطاطين كده في جنب واسيب السرير فاضية مش عارفة ليه بس قولوا لي ايه رأيكم بقى في فكرة اللي هي السرير وسرير دي يعني انا فرشة لون ولون ايه رأيكم قلت اعمل بقى ايه حاجة جديدة من اختراع انا وافرش كل دفاية من لون مختلف المهم رواقت الدنيا بقى كده وطبقت الكوم البطاطين ده اللي كان عاوز اصلا وينش يطبقه المهم والله العظيم بموت وانا بطبقه كده المهم خلصت الدنيا بقى كده يعتبر اكل على النار ورواقت الدنيا ورواقت كمان الشقة وقوط بخور بقى كده حلو بالزيت لو كان اليوم ده يوم جمعة المهم كان ايه كنت غسلة الغسيل ده معاكم في الروتين اللي هو يعتبر مش عارفة هو هيعتبر نزل او لسه هينة تمام فا آآ كنت غسلة بقى الغسيل كده وده يعتبر ايه ان هو خلاص نشف وان انا عايزة للمه اصلا ودخله علشان طبعا الجو ما ينضمنش خالص ممكن تبقي غسلة غسلة كده وفي ثانية تلاقي الدنيا بصي مضطرت والدنيا كلها بوزت فاهمين ازاي المهم قلت ايه انا كده كده مرايش حاجة والاكل على النار بقى بيتردد براحته بيستوي وانا هبدأ ايه آآ مسلا الحاجات اللي انا عايزة اعملها اعملها برا عبل الاكل ما يستوي براحته تمام المهم هنا بقى عملت ايه لميت الغسيل وحطته كده على السرير وعايزة اقول لكم بقى يوم الغسيل او اليوم اللي انا بكون بلم في الغسيل لازم عندي وده شيء مقدس ان انا آآ اردت بالدلاب آآ يعني قبل ما حط في الغسيل الجديد فهميني ازاي يعني قبل ما بعيني الغسيل ده بفتح الدلاب الاول لو حاجة منعكشة بعدلها منعكشة فهمين منعكشة دي يعني ايه يعني مش مزاوية او مش مترتبة في مكانها بعملها كده وبساوي كل حاجة في مكانها علشان لما اجي ارس الهدوم واظبط الدنيا مفيش حاجة ايه آآ يعني تبقى ملغبطة معيه وشكل الدلاب يفضل زي ما انا عايزة وزي ما انا حباه هطبق بقى الغسيل ده وحطه في الدلاب براحت خالص مايبقاش كده ايه وراي حاجة. المهم آآ بعد كده بقى خلصت ده يعتبر ايه يعني قرب بقى ما احنا هناكن كنت حابة اعمل بقى رز كده بس ماتي. الجزء طبعا كان قيل عليه مرة فانا ايه ما منستش يعني لما بيقول لحاجة مسلا لو مش هينفع عملها في اليوم ده بكون فاكريها ورضو وبعملها له. اهم حاجة في الرز بتاعك طبعا انا نقيته وشفت على الصينية معاكم ما لقيتش فيه مسلا لو رملاية آآ حصواية اي حاجة المهم لقيته ما شاء الله اللهم بارك نزيف جدا. بس انا بقى مرضيتش ينقعه المرة دي بدري. ليه? علشان انا مش عاوزاي عجل معايا بصوا في رز كده بيبقاش كويس وبتلاقيه لزق في بعضه ما بيبقاش حلو. بس انا نقحته يا دوب على ما عملت وحضرت البصلة بتاعه والتشويحة بتاعته. كنت آآ نقحته كده بشوية مية دفين غسلته بشوية مية دفين بس مش اكتر. اهو كان عندي بقى المحشة زي ما قلتلكم قطيها علي جدا وكمان اللحمة مزوداها بالمية السخنة المية ملكاتل يعني مية ملكاتل غلتها وحطتها عليها وما بحط لهاش ملح خالص غير لما بتستوي. فابدأ ان انا بقى ايه? ازودها الملح بتاعها. جبت بصلايا حلوة كده بقى كبيرة وبدأت ان انا قطعها بس صغنا جدا. لو مش هتعرف تقطعيها صغنا. فانتي آآ اعمليها في الكبه او في المبشرة اللي هي بتبقى بتنزل بصلة ناعم معاك. تمام? جبت بقى كده حوالي معلقة سامنة بلدي. انا عايزة احب يعني طعمها في الاكل عندي. تعال اقول لك البهرات ده. معايا هنا السبع بهرات ومعايا آآ نص معلقة من الزعفران ونص كركم ونص كاري وربع معلقة قرفة لو ما عندكش قرفة مطحونة حط قرفة خشب ونص معلقة فلفل السود وعندي اربع خمس آآ قرون من اللي هما قرونفل وطبعا لمون ده اللي هو لومي ده اللي هو بيبقى لمون مجفف وكمان آآ شوية ولق من اللورة وحبهان علشان انا عايزة اعمل آآ يعني كون طعم الرز اصلا اللي هو البسمات ده ببقاش كويس غير بالتوابل دي. ادحت السامنة او لو انت عايزة اعمليه بزيت براحتك. في ناس بتحبه بزيت تقولك عشان يديك الامعة اكتر. زي ما انت حابة دي حاجة اختياري. ما بقولك يش اعملي مسلا لا لازم مش هيتكل غير بالزيت. عادي زي ما انت حابة تعملي في بيتك اعملي. آآ وبعد كده نزلت عليهم كل التوابل اللي معي. بعد ما شميت ريحت التوابل كده بدأت نزلت عليهم البصلة بتاعي. البصل اخدت تشويحة كده حوالي خمس دقايق او تلات دقايق بالكتير. فآآ نزلت عليها بقى على طول الرز. الرز طبعا غسلته وسبته يتصفى كده قبلها بشوية. علشان ايه? اني هنزلهم عليه. ممكن تعملي الرز ده باللحمة او بالفراخ. تسلقها نص سلقة وتحطها تتكمل سواها فيه. فانا محبتش ولا بالخضار ولا باي حاجة. بس انا قلت ايه هبشر عليه جزرايا كده علشان يغير اللون بتاعه. والجزر معاه بيبقى آآ بيديني نكهة يعني حلوة وشكل حلو ليه مش اكتر. ممكن بقى تعملي اللي هو حباية وحباية من غير اي حاجة بألوان الطعام. بس الاسف يعني انا ملقتش كان نفسي عمله لكم النهاردة بس ملقتشي. الالوان دي موجودة عندنا في في المحلات اللي تحت يعني. المهم آآ خلصت بقى كده ومشاء الله بصوا شكل المحشي. غرفته بقى وقلت ايه احضر الاكل. ما شاء الله اللهم مبارك. سبت الرز يتردد. وكمان آآ الشربة بتاعي بقى بصوا. طبق شربة عمرك في حياتك. بقى الفهنا وعافية يا رب الكل من ده ولكل من شايف. لو وصلت لحد هنا بقى من الفيديو نزلي بسرعة بسرعة. اعمل اشتراك. ده لو انت مش مشترك واعملي لايك كده حلو واثبتي بوجودك وتكتبي لكم انت حلو. عشان كل كل كلامكم الحلو ده بيشجعني وبيخليني دايما عايز ارزل معكم فيديوهين. تعال اقول لك بقى على خلطة اللحمة اللي هنعملها فيها. لان احنا طبعا سلقنها وهيقولون انت سلق اللحمة ليه ومش عارفة ايه. فانا مش هحسسهم اصلا ان هي مسلوقة. جبت تلات ربح فصوص توم كده حلوين وحتت سامنة بلدي وشوحتهم فيها. بديتهم لون بسيط. وبقى بشرت جزرايا وقطعت طماطموية وقارن فلفل وبصلايا عملتها جوانح كده. ونزلت عليه على التوم بكل الحاجات دي. وشوية بهرات والملح بتاعك بقى. مش هنزل اللحمة عليهم خالص غير لما ايه يستوي خالص. يعني يبقوا مستويين. ولو انت حبة تنزل اللحمة نص سوى شوية وتنزلها تكمل سوية في الخلطة دي. عايز اقول لك دقي بقى وادعيلي. نزلت عليها شوية التوابل حلوين برضو والملح بتاعها. وهنا بقى كانت ما شاء الله اللحمة استوت بصوا. كان تعمها طحفة بجد والله العظيم في منتهى الجميع. في نفس الوقت استفدت ان انا عملت شوية شربة لولادي. في نفس الوقت آآ غيرت في الاكل وعملت كمان آآ تدبيل حلوة كده للحمة. اديتها شكل وطعم حلو. وهنا بقى كان الرز خلاص آآ ما شاء الله اكيد لونه واضح يعني وشكله واضح. عايز اقول لك نسيت حاجة مهمة جدا في الرز. الرز آآ حط لكل كوباية رز طبعا بنحط لها كوباية. المفروض كوبايتين مية بس انا ما بحطش كوبايتين. بتحط كوباية ونص بس علشان آآ تتحكم في المية بتاحتك. طبعا لو عايز انت هتقدروا تحطي له. اما لو المية زيادة فمش هتعرف ان انت تحطي له اصلا آآ اتعملي حاجة يعني. فيديو النهاردة خلص على كده. استوداكم الله مع السلام.